والوقفة الاقتصادية كالعادة مع الزميل وسام كبهة أهلا الرياضية أهلا بك من جديد ورحبك في هذه الوقفة من جديد غفت طويلا عن هذه الوقفة وسام ودعنا نبدأ الأخبار الرياضية لهذا اليوم مع بيتار القدس الذي توج بكأس إسرائيل لكنه لم يتوج ولم يأخذ الكأس وكان هناك لخبطة في البلعب حدثني أكثر لافت أن سام أن هذه اللخبة التي تتحدثين عنها هي أثارة الجدل ليس فقط في إسرائيل بكل مواقع التواصل الاجتماعية في العالم وحتى وسائل الإعلام العالمية التي تتحدث عن ثقافة جمهور بيتار القدس يعني كانت نتيجة ثلاثة سفر وفريق بيتار يعيد اللقب الثامن له كصاحب للكأس على مكابنة ثانية يفوز بثلاثة سفر في ملعب سام وفر في مدينة حيفا وطبعا هناك احتفالات والتتويج وعندما خرج اللعبون اللي يتلقوا الميدالية وكما هو معروف في إسرائيل يقوم رئيس الدولة بتقديم كأس الدولة للفريق الفائز ينزل الألاف المؤلفة من جمهور بيتار إلى الملعب يقومون بإحداث الصراخات الصخب يهاجمون الشرطة هناك كما تشاهدون هنا في الصور التي نشاهدها تطلق على كل سائل التواصل الاجتماعي وحالة من الذهول ما أدت إلى نشاهد صور لطبعا رئيس الدولة هرتسوك التي تقوم قوات الأمن بإخراجه من الملعب بسرعة ولأول مرة في تاريخ كرة القدم لا أعلم إذا كان هناك مكان آخر أنسام لم يقوم فريق بالفوز في الكأس وأن يستلم الكأس ويرفع الكسام الجمهور في نفس اليوم هذه السابقة لم تحدث إلا هنا هذه الصورة تعاد إخفاق لربما للرياضة الإسرائيلية صور لا تدر للعالم بشيء جيد خاصة وأن نتحدث عن خسائر مدية لهذا الملعب الذي تعتبره إسرائيل رقم واحد اليوم في بلدها في إسرائيل خسائر بمئة ألف الشواقل نتحدث عن خسائر حتى في أعداد الجماهير التي خرجت قاموا بعض الجماهير بسرقة المداليات التي قدمت للعبين ما الذي نعرفه عن طبيعة جمهور بطار القدس لكل مشاهدين في العالم العربي هو تابع للتيار اليميني المتزمت عسب المثال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامي نتنياهو وحتى وزير الأمن القومي إتبر بن كفير المتزمت والمتشدد مشجعون لهذا الفريق كل من يخص طيار اليمين يمسك يشجع فريق بطار الذي يرفض أي مشاركة عربية ومسلمة في فريقه حتى لو كان لعب أجنبي ومسلم يرفضون المشاركة في هذا الفريق طبعا نحن نشهد وتشهدنا العديد عن تقارير عن فريق بطار القدس الذي معروف عالميا ومشهور بهذه الطريقة خاصة أنه في عام 2013 قام مالك النادي أنذاك جدايف الروسي باستخدام اثنين مسلمين من الشيشان وكانت الجماهير تخرجت من الملعب وقساوة وبذلك مرة أخرى يعود هذا الفريق لتصدر المشهد دائما معروف بطار القدس عن جهية كما يطلق البعض عن جهية هؤلاء المتشجعين واليوم شاهدنا هذه الصور أمام العالم وتشاهد رئيس الدولة يخرج من الأمن هذا أمر كان غريب واليوم ألقى بكلمة بخصوص ألقى بكلمة وطبعا قام بتسليم الفريق ولكن متأخر بعد يوم دعنا ننتقل إلى خبر رياضي آخر وربما محزن لبرشلونة الذي يخسر نجم من جديد جوردي ألبا بعد 11 عاما على هذا النجم الذي تواجد في صفوف النادي على العريق برشلونة حقق البطولة هذا الموسم وطبعا جاءت إعلان خروج بوسكتس قبل أسبوعين عن تركة الفريق بعد 16 عاما يأتي هذا الخبر اليوم أيضا لجوردي ألبا ابن 34 عام لاعب يعني يمتاز خلض 458 مباراة 27 هدف صنع 99 هدف وحقق 18 لقب مع نادي برشلونة وكان يملك في جعباته أيضا سنة أخرى في العقد وبرشلونة بحاجة لتقليص الرواتب لكي يقوم بتجديد الفريق يقلص سقف الرواتب ليقوم بإعادة يونيل لميسي وهنا اليوم جوردي ألبا يعلن بالطراضي أنه قرر ترك الفريق بعد 11 عاما قام بإرسالة على مواقع تواصل اجتماعي لكل المشاجعين ويقول انتهى بي المطاف ولكن بالفعل نحن نتحدث عن الفريق الأسطوري الذي طالما تحدثنا عنه في عام 2015 وحصل على العديد من الألقاب ألبا كان آخر هؤلاء الذين يذكرونك بفريق لويس أنريكي واليوم إعلان خروجه ويعتبر مفاجأة للجميع ولكن طبعا لا ننسى أن برشلونة يملك ظهير أيصر جديد قمس مفاجأة هذا الموسم أليخاندرو بلادي ابن العشرين عام الذي تألق جدا وباعتقادي ألبا لم يكن له منافسة أمام بلدي لذلك هو برشلونة يملك ظهير أيصر لسنوات طوال في هذا الفريق للأسف وسام الأزمة المالية في العالم والتضخم تعكس على الملاعب الخضراء في كل العالم وعلى هذه النوادي العريقة ولعل دوري الإسباني يتراجع في بريقة والآن نشهد بريق آخر في الدوري السعودي دعنا نتوقف مع السجدة التي كانت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفا في الدوري السعودي ووقف عندها العديد العديد الجميع يتساءل هل أسلم كريستيانو رونالدو بعد هذه الصورة أم لا اللافت أن الفريق كريستيانو رونالدو الذي يلعب في النصر كان خسران بالنتيجة 2-0 مع فريق الشباب في ملعب رسول بارك في ملعب النصر ليقوم كريستيانو رونالدو بقلب النتيجة بتسجيله الهدف الفوز وتاجأ العالم بعدما أنه مشهور في عباراته الشهيرة ورقصة السي لم يفعلها بل سجد كتضامنا منه مع المسلمين وهو ما أثار الجميع على سواسات التواصل الاجتماعي هل بالفعل كريستيانو رونالدو أسلم السجد ما هي الطريقة؟ البعض يقول أن رونالدو يحترم الثقافة الإسلامية هو يعلم بأن هذه طريقة اللعبين المسلمين في الاحتفال لذلك هو تعاطف مع هذه الطريقة خاصة مع الأنباء التي خرجت بعد المباراة عندما سئل وقال أنه برأيه الشخصي بأن الدور السعودي بطريق الصحيح لأن يكون من أفضل خمسة دوريات في العالم وأنه سيستقطب العديد من النجوم هذه تأتي بأن الأنباء والأخبار التي تقول أن كريستيانو رونالدو سيرحل عن الفريق وسيعود إلى أوروبا لأنه لم يتأقلم هناك ولكن ما نشاهده حتى اللحظة بأن رونالدو متأقلم نجم الفريق كابتن الفريق وحتى عائلته تتأقلم تتعلم اللغة العربية وتتعلم الرحص الشرقي هناك محاولة انخراط في الثقافة السعودية والعربية ليس من شك بأن رونالدو هو واجهة لخطة 2030 التي يبحث عنها محمد بن سلمان ليتصدر عنها طبعا كل من الأمارات وقطر يريد أن يجعل من السعودية باحة عالمية كبيرة ولذلك وجود لاعب نجم كبير كرونالدو يستقطب هذا الأمر واليوم نشاهد رونالدو الأول هناك العديد من النجوم في الطريق اليوم هذه السجدة قد تغير الكثير من المعايير أن لاعب نجم كهذا وهو طبعا مسيحي أديانا يسجد فقط تعاطفا مع أديانا الإسلامية هذه يدل على التآخي هي لفتة جميلة جدا من كريسيان ورونالدو بحسب رأيي أنا لست من محبي رونالدو بشكل شخصي ولكن هذه تدل على أن الرياضة هي لغة الشعوب وبالفعل رونالدو قدم رسالة واضحة هذا التأقلم برأيك هل سيستقطب ميسي لهذا الزوري الذي بات يحصد عيونه أعتقد أن الجميع يستقطبه الأموال والدوري السعودي ولكن أعتقد أن ميسي ما زال يجد نفسه بأنه بحاجة لأن يكمل مشواره أيضا في أوروبا وأنه ما زال صغير بعض الشيء على أن يذهب ويلعب في السعودية هذا رأي شخصي جزيلا لك وسام كفى على كل هذه التوضيحات